التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مجموعة السبعة وسبعون والصين على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة بمدينة بون الألمانية كما التقى وزير الخارجية رؤساء المجموعة الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ وقد صرح المتحدث باسم الخارجية أن شكري قد أعرب عن التطلع إلى دعم المجموعة لجهود مصر بوصفها دولة الرئاسة للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ على نحو يسهم في نجاح الدورة ترجمة نانسي قنقر